إذن مشاهدين الكرام شكرا لزميننا حسنين الرفيعي ومبارك للأختين على هذه الهدية إذن مشاهدين الكرام احنا عودناكم بأغلب الحلقات من يكون اكو موضوع يكون هو الشاغل الشارع العراقي فاحنا اكيد راح نكون جديرين بانه نصلط الضوء على هذا الموضوع ونقدم لكم ونقدم الرسالة الى جهاته المعنية احنا كنا نعرف انه احنا بالعراق اليوم نعيش ظروف جدا صعبة وما اعتقد هذا الموضوع يختلف عليه اثنين ولحد يقول لي لا احنا ظروفنا جيدة والحمد لله الحمد لله على كل حال هذه اكيد نعمة من الله لكن ظروف المواطن العراقي والشارع العراقي جدا صعبة ازمة اقتصادية ازمة مادية قلة التعينات هذه الظروف اللي جدا محيطة بالمواطن العراقي الايجارات يعني المواطن العراقي مين ما يلتفت يلقى اكو مصاعب يلقى اكو امور سلبية بحياته واليوم الطامة الاكبر اللي يتواجه المواطن العراقي هي الارتفاع الكبير للمواد الغذائية والتجارية بالشارع العراقي والاسواق العراقية بشكل جدا كبير واللي تحمل المواطن العراقي عبء اكبر من العبء اللي هو متحمله بحياته وظروفه اليومية يعني احنا حتشينا عن الايجارات قبل فترة وحتشينا عن ارتفاع اسعار الامبيرات بالمولدة والمولدات وكل هذه التفاصيل انقطاع التيارة الكهربائي قلة الماء هذه كلها حتشينا بها لكن اليوم من يجي المواطن العراقي ويتحمل عبء اكبر من اللازم بارتفاع اسعار المواد الغذائية بكل المحال والاسواق التجارية يعني اليوم طبقت البيض بثمانتالاف ونص صارت البيض الطبقة صارت بثمانتالاف ونص ويقول لك البيض الابيض بسبعة والبيض الاحمر بثمانية ونص هاي واحدة يجي يقول لك تعال بالنسبة للطماطئ ماكو بيت عراقي اليوم ما يحتاج الطماطئ صار كيلو الطماطئ بألف ونص ألف وخمسمائة دينار طيب وهي كانت بخمسمائة وصلت السبعمية وخمسين همي ان المواطن العراقي قال ما يخالف طيب البصل اللي كانت بخمسمائة صارت بألف وبألف ونص هاي واحدة البوتيتة اللي كانت بخمسمائة وبألف صارت بألفين وبألف ونص طيب اليوم وين الرقابة المسؤولة عن الارتفاع والغلاء اللي دي يصير بالأسواق التجارية للمواد الغذائية اللي يحتاجها المواطن العراقي كل هذه الأسعار وارتفاع المواد الغذائية يعني يعني تشنا يعني خلينا نحكي فد منطق بعض المناطق بعض المناطق يعني مدى عمم كلام بيها اه الصمون ممكن كانت عشرة أو ثمانية بل في دينار اليوم صارت ستة أو ممكن خمسة ببعض المناطق طيب اليوم مين يجيب المواطن العراقي رقابة ماكو على المواد الغذائية والغلاء للأسعار التجارية اللي دا تصير بالأسواق والسوبر ماركتات ماكو أي رقابة أو أي جهة معينة ممكن أنه تكون رقيبة على كل هذه التفاصيل وارتفاع الأسعار والغلاء الموجود بالسوق العراقي طيب ماكو لجنة سيطرة اليوم تكون على الأسواق وتحديد أسعار المواد الغذائية وبالتالي اليوم يطلع المتحدث باسم الوزارة حميد النايف شي يقول لوكالة شفق نيوز يقول للأسف اليوم احنا ماكو عدنا أي رقابة خاصة على ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية طيب انتو اللي عاد شنو شغولكم يعني يعني هسا خلي شوفون فهذه النقطة همينة خلي نحشيها خلي شوفون بشمال العراق اليوم بكردستان العراق بيتنجان صار ثلاثة بلف يعني المواد الغذائية اللي يحتاجها المواطن العراقي البرتقال من ناحية الفواكه صار ثلاث كيلوات بألف الطماطع بخمسمائة دينار طيب شنو فرق احنا عنهم البوتيتة اللي هي بخمسمائة دينار واحنا اليوم دنبيعها بألف ونص هنانا عدنا طيب وين الرقابة السيطرة اليوم المسؤولة عن هذه المواد الغذائية اللي يحتاجها المواطن العراقي والعبئ اللي صار علي الضعف ضعفين والأزمة الاقتصادية دي نعيشها وفايروس كورونا وقلة الرواتب وماكو تعيينات طيب اليوم المواطن العراقي مين يجيب وبالإضافة طبعا هافة للإيجار بالإضافة للمولد بالإضافة للكهرباء ماي ماكو خدمات المواطن العراقي مايحتاجها ماكو طيب احنا خلينا حالنا حال الشمال نفتح الاستيراد وينتهي الموضوع اذا احنا مدى نقدر نسيطر على المواد الغذائية الأساسية عندنا محليا نفتح الاستيراد ونفضل الموضوع يعني ماكو ماكو منطق يوجه الاتهام للتجار انه التجار اليوم يتلاعبون بالاسعار للمواد الغذائية والبضاع بشكل جدا كبير طيب اوكي هذه التجار عرفناها انتو شن مسؤوليتكم اليوم انتو اليوم كرقابة ومسؤولين عن سيطارة المواد الغذائية وارتفاع الاسعار طبقة البيض اللي صارت بثمانتالاف ونص صدر الدجاج اللي صار الكيلوين بخمسطعش يعني ماكو منطق ليش احنا اليوم دا يعاني المواطن العراقي هذه المعانات ومن تجون بعدين تجي فترة الانتخابات احنا جايين للتغيير والله حقكم جايين تغيرون سياراتكم تغيرون بيوتكم تغيرون رواتبكم والمواطن العراقي من اللي يغير حالة واقعة اذا انتو المسؤولين عن تغيير الواقع العراقي وعن تغيير الظروف الصعبة الدعيشة المواطن العراقي اللي انتو مقادرين ومقد مسؤولية هذا التغيير للمواطن العراقي وين الرقابة اليوم وين الجهات المعنية اللي تراقب ارتفاع الاسعار اللي دا يصير بالاسواق التجارية السوبر ماركتات وكل المحلات للمواطن العراقي اللي يصير علي الحمل الضعف ضعفين احنا اليوم يادوب الشخص يعني ابسط ابسط مواطن يادوب اللي يطلع ال 25 الف لو يحصلها لو ما يحصلها طيب هاي ال 15 الف لمن ينطيها ايجار مولد كهرباء متطلبات واحتياجات اذا تعرض لحالة مرضية سامح الله شون يقدر بهذه ال 15 وال 25 يمشي ظروفه واموره الحياتية اللي يحتاجها اليوم ومن حق المواطن العراقي يعيش حال حال اي مواطن اي مواطنين بأي بلدان مو احسن من عندنا لكن اللي هم احسن من عندنا بيه اللي مترأسين المناصب واللي فعلا جايين يغيرون واقع بلدهم اللي احنا ما كل اليوم شخص اجه هدف الاساسي تغيير الواقع للشارع العراقي والحفاظ على كرامة المواطن العراقي هذي فقرة ليش ارقامنا رح تظهروا ياكم اسفل الشاشة انتظر كل اتصالاتكم واريد كل منطقة اليوم بكل محافظات عراقنا الحبيب تطيني احصائيات الاسعار الموجودة عدهم باسواقهم للمواد الغذائية يعني ماكو منطق انه يجي يقولك والله تعال انا عدي بيض ابيض وبيض احمر البيض لايبيض 7000 و البيض احمر بثمانية ونص يعني شن الفرق هاي الدجاجة مين وهي مين هذا الابيض يعني بيصفارين بيصفار والاحمر بيصفارين هذا مو منطق اليوم احنا نعيش ظروف جدا صعبة اليوم احنا يعني اليوم احنا من نقول عراق حروفنا كلها حروب كلها معانات كلها ازمة كلها ظروف اقتصادية خلونا ناخد اول اتصال ويانا ابو علي صباح الخير ابو علي صباح الورد والعافية اقول له اخوي انا جعل اشتكلم نزع مارة صيد اليات عدنا نعمارة كلما الدكتور كافي دريته اذا العلاج عدنا بثمانين ابقين صيد اليات 6000 ما اكمل مراقبة دونه بالحكومة بالامارة يعني الدكتور الاتفاقية الصيد اليات الخاصة انه العلاجه يكون لوثمانين الافلوميتاليف اثناليو مغالية يجوف العلاج عند نقود صيد اليات ياخرين اوله ما عانت فلوس يروح لصيد اليات ثانية يلقاب 10000 طيب احشيلي هسان المواد الغذائية اللي موجودة عندكم خلونا منضيح الماء للعمارة المسجير الشرطة قد فينا الصيد اليات ماء للامار طيب أبو علي أريد أن أعرف أنك نقطة أسعار المواد الغذائية والخضروات في منطقتكم ماشي أنا كل شي أشكرك وحاب يوجه رسالة لموضوع وزارة الصحة وارتفاع والغلاء يصل بين الطبيب والصيدليات ويانا اتصال آخر ألو ألو مولود صباح الخير ألو السلام عليكم عليكم السلام حبيبي الشوالك عيلي الحمد لله بخير تفضل مولود بالنسبة للأسعار أسعار الخضروات نعم زيادة الأسعار ما الخضروات أخي شلون ألو وياك أسمعك عليكم السلام عليكم عليكم السلام أسمعك نصيلي صوت التلفزيون حتى ما نفقد الاتصال مولود ألو بالنسبة للزيادة الأسعار مع الخضروات نعم ألو ألو أسمعك تفضل أي بالنسبة للزيادة مع الأسعار الخضروات نعم حبيبي الغالي إحنا في كل العراقية زاد الأسعار بس ليش السبب ماذا شنو سلام عليكم السبب السبب عندك السيطرات يا أخي العزيز كل سيارة تأخذ من عندهم ذاك المبلغ أبو العلوى يأخذ من عندهم ذاك المبلغ يش ياشي يأخذ من عندهم هال المبالغ الضخمة من السيارات من الحمولة طبعا ما يأصل يوصل شي قليل ويجيد الأسعار بس الشمال بالنسبة للشمال الشمال لا يوجد هذا الشيء لا يوجد هذه السيطرات التي تأخذ منها كل مبنى صح صحيح صح أيها أخي العزيز شكراً شكر مداخلتك ووجهة نظرك قلت بالبداية أننا نتمنى أن يكون هناك رقابة على كل الأسعار والمواد أبو حسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم حبيبي أستاذ مصطفى لا ندري ما نتحدث عن الأسعار وعلى هذه الوضعية ما نتحدث لك؟ نتحدث عن الأسعار المخضر لأن ما أنت أسعار الدجاج والبير من منحة الاستيراد على المواطنين وعلى بغداد وقلتهم يستفادون أكو ناس مستفادة من هذا الأسعار وممنوع الاستيراد هو اللي يعني شنو والله شنو نشجع المنتج العراقي من شان طبقة البيض يدللهم بيها بثلاثة ونص صح ما حد يقوله؟ هات الدجاجة والله شنو ممنوع الاستيراد وممنوع الترك وممنوع سادية وممنوع ماذا شنو ممنوع الدجاج الواقي صح دون الدجاج العراقي صح الدجاجة بثمانية وبستة وبسبعة وحجر الشريلة كيلو لحم كيلو لحم حشب تالاف دينار بفما حشب تالاف دينار الخاصة والله حتشيك صح بالنسبة أبسط مثلا احنا ما نروح بعيد عندك رأي كردستان الشيماس لأخي اليوم نزلين فيديو بالسوق بالسوق مو بالحلوة كيلو طبقة البيض بثلاثة الالاف ونص توضعين بثلاثة ونص ببغداد بيش بثمانية ونص بثمانية ونص البرتقالة فاكي حصت مثال خمسمية كيلو صح انا قولت من بداية كان بقلي في البيض نجان استاذ ملطفى صح طماطر خمسمية الوتيتة خمسمية يعني ليش يش ليش شن هالغلاء شن هال من المستفاد من هذا وزير الزراعة من منع الاستيراد هو وش حكومة اشجاله وانه فلسهم الفقير منين يجيب ما يقولون منين يجيب شغل ماكو ما يعني هذا حرام لو حلال استاذ ملطفى لابن أسألك هذا السؤال كون هذا صوتي يوصل لهم نشوفون حلال له وحرام هذا الحدش ان شاء الله يوصل صوتك واني اشكرك احنا اللي نشكرك شكرا لمداخلتك طبعا هذا الحدش مو من جيبي المواطن العراقي هو اللي دا يتصل ودي يحكي كل الظروف اللي دا يعيشها اليوم واني واحد من عندهم هم عندي مسواق هم عندي هواية تفاصيل بحياتي اليومية والاسعار جدا جدا غالية للمواطن العراقي والمستفيدين كنا نعرفهم منه ويانا ابو عامر صباح الخير ابو عامر ايه نعم دا اسمع حبيبي تفضل حبيبي تفضل الله يعطيك شونك كط priority أتي بالله اعم اعم جا سمعك اعم 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 صمون مسترات أعرف الطحيل عدمهم صمون صار بالمدينار صمون مسترات مثل هو المتقاعد الصمون صار الستة بالمدينار صح المتقاعد هو راسبه نقول لحد الهدناء خمس مئة إيجارة أربع مئة مش كاي يسترات طماطع ألف ونوص كاي اللحم أربع طعش عدم دينار الدجاج لأن كاي اللو بل واحدة عدم دينار مجالة التجارة اللي عزيز يسوي وين الاستيراد دعت؟ المناطق مع الشي شوين مروح فعلا يعني أولاً أنا كل شي أشكرك وأشكر مداخلتك يعني فعلاً مثل ما نقول على قولته هنة يعني ما نندار بكبورنا عظام هاي مشكلتنا إحنا اليوم اليوم دي نعيش بواقع جداً صعب ومن عرف الناس اللي جايتنا ويانا لو ضدنا هي هذه المشكلة نانا الطامة الكبرى اللي إحنا اليوم إحنا الوطن نباعه هاي فهمناها وإلما نباعه من اللي باعه فهمناها زين عفونا هاي الأمور والتفاصيل البسيطة اللي يحتاجها المواطن العراقي يعني يعني حتى عينكم صارت على طبقة البيض والطماطع والبتيتة والبصل يا الله أكبر عليكم ويانا اتصال ألو ألو أبو فارس صباح الخير حبيب صباح الخير أستاذ العزيز الله يسلمك حبيب العزيز مشارك عليكم على أستاذ المواد هاي الأسعار اكفضل أولا هو أنا سألتك يا أستاذ مصطفى يابا يملك كله طماطع بأشين دينار وين بأي منطقة الباصط الباصط مع الجلبي سأل مجلبك كله طماطع بل فين دينار والخيار بالفوله حلو هاي واحدة وخوة أصحاب الظنير ما قلنا نفسه عندنا الباصط أهل المطاحة نعم تفضل أبو عمر كمل أسمعك عزيزي أستاذ العزيز قال نصحين أهل المخابس اللي عدتهم الظنير سدوا المطاحة المخابس سدوها من ولا نصحين سدوا المخابس ايه الله شاهد الناس اللي عدتهم الظنير ما قول ايه سدوا المخابس على احساب ما يقدر الناس ببيع بخمس خمس فمناسب ألف دينار فضميره متحمل لأنه يبيع للمواطن العراقي بيكي سعر فاضطر انه يغلق المخبز أخ عشية أغلق المخبز على احساب ما قبل بيع بعسرة وثمانية سدوا المخبز على احساب ما قبل بيع بعسرة وثمانية سدوا المخبز على احساب ما قبل بيع بعسرة وثمانية الحصة هذه السرية الغدائية الثالية لحد الآل السم المغمز إذا باطفت بالشحامي لها اخرى والله الله يساعدكم الله يساعدنا طبعا أبو فارس أنا كلش أشكرك يعني وفعلا الشك والغير الله مذلة وما عاش اللي ذل المواطن العراقي انت ذات شان هدفكم انه مذلة المواطن العراقي ففعلا يعني لو دامت الغيرك ما وصلت إليك وغيرك مثل ما راح ونذل ترى مذلتكم تصير أقوى واحنا اليوم المواطن العراقي واحنا بالعراق دا نعيش ظروف جدا صعبة ظروف اقتصادية والمشكلة المواطن العراقي اليوم دا يتكيف مع كل هابي الظروف أصحاب شهادات قاعدين ويشتغلون الحمال واللي يشتغل الخباز واللي يشتغل بالترافيك أنا مو ضد الشغل الشغل معيب تعرفون ليش معيب؟ لأنه المواطن العراقي والعراقين اللي عندنا فعلا زلم صح ما عندهم بس عندهم كرامة واللي عنده اليوم وقاعد على كراسي ومناصب كرامة ماكو وأنا أرجع وأقول تغييركم لنفسكم رواتب مناصب إيجارات سيارات بس المواطن العراقي هذا ابن الخايبة اللي حاير بلقمة العيش حاير شون يوفر إليه والأولاده والعائلته الحياة المترفة وإحنا ما طالبين لا أملاك ولا طالبين إحنا تطون رواتب بالمليارات مثل رواتبكم لا 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 إحنا طالبين عيشة بسيطة مترفة المواد الغذائية تكون أسعار جدا جدا واقعية وجدا تكون بالمعقول يعني الطماطع اللي بألفين وبألف ونص ما أعتقد تأثر عليكم يعني وزارة التجارة اليوم وإحنا قبل فترة حتشينا مع الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة وحتشينا أيضا حتى على الحصة التموينية وشنا نحتي قبل ونقول الحصة لا عمي وين؟ كان المواطن العراقي بذاك الوقت تستلم الحصة التموينية كاملة وما يحتاج أصلا لكل شيء اليوم لا حصة تموينية اليوم الأسعار كلها غالية لا تعينات لا رواتب أسعار الإيجارات المولدات وبالإيجار يجي كل شهر زيد خمسمية زيد خمسمية طيب إحنا يعني إحنا وين عايشين؟ إحنا عايشين بغابة مو ببلد والناس اللي جاية اليوم كلها قاعدة تنهش بلحم المواطن العراقي طيب مو جيوبكم انترست وخيرات العراقي كلها بجيوبكم خل المواطن يعيش بحياة مترفة خل المواطن يعيش حياة جدا بسيطة لا العدة مرتاح ولا الفقير مرتاح نحن كلتنا اليوم سواسية أنا رسالتي اليوم أوجيها لوزارة الزراعة وأوجيها لوزارة التجارة وأوجيها للجهات المعنية والحكومة العراقية اليوم إنتوا اللي لازم تكونون مسؤولين وأصحاب قرار وعدكم سيطرة ورقابة على الغلاء الدي يصير لذبوها برأس التجار التاجر هو مو أقوى من عدكم ولا التاجر هو صاحب قرار مثلكم أنتوا اليوم أصحاب القرار خلوا سيطرة ورقابة على الغلاء بأسعار المواد الغذائية والخضروات وكل المواد التي يحتاجها المواطن العراقي حتى على الأقل تمشي أمورها بشكل جدا طبيعي حتى على اللقم اللحكتوني يعني أوكي نصابينا في فيروس كولونا والهوى وبيعتوننا إياه كنا نقول لهم زين بيد الله الهوى مو بيدك حتى الهوى صار بدي أكم اليوم وبعت الأكسجين للمواطن العراقي يعني هذه المواد الغذائية اللي بخمسمية واللي بألف هذه هم من نشوية شفتوها هواي على المواطن العراقي وجدوا سوتوها بألفين وبثلاثة آلاف فأني أتمنى رسالتنا وصلت لجهاتها المعنية وأتمنى أنه فعلا اليوم تكون أكوة رقابة للأسعار الغالية وأرجع وأقول التغيير مو تغيير رواتب ولا تغيير مناصب ولا تغيير بيوت ولا تغيير واقعكم غيروا واقع العراق والمواطن العراقي للأحسن ولو دامت الغيرك ما وصلت إليك ولو نرجع على غيرك أهون من اللي سويتوه بالمواطن العراقي اليوم بس كل اللي نقوله حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص اليوم دخل للعراق وأذى المواطن العراقي وذل المواطن العراقي لكن ما عاش اللي ذلنا إحنا كعراقيين لأنوا فعلا ممحسوبين على العراق إذن مشاهدين الكرام هذه فقرة ليش واللي وجهنا بها رسالة لوزارة الزراعة أو وزارة التجارة والجهات المعنية عن ارتفاع الأسعار بالأسواق والسوبر ماركتات والعبء الكبير اللي تحمل المواطن العراقي إذن خلونا نستمر بكل فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل